متتابعي قناة علامة صيد الله مرحبا بكم في فيديو جديد اخر ان شاء الله في هذا الفيديو قد انتحدث على واحدة المرض اللي كعرف انتشار في صفوف النساء والرجال وهذا المرض هو مرض البواسير يمكن تعرف البواسير انها انتفاخات في شبكة الاوعية الدموية الواردية لمنطقة الشرج وهذه الانتفاخات وهذه ترفقوا التورمات والتهابات على مستوى الشرج وكذلك ظهور الدم في المخرج ويمكن ان نقسم البواسير او مرض البواسير الى قسمين هناك بواسير داخلية وبواسير الخارجية غالبا البواسير كتكون في نحيط المطاف خارجيا لان البواسير الداخلية يعني كنتقل من مراحل حتى كتصبح بواسير خارجية البواسير الخارجية هي الاورد التي تحيط بالشرج من الخارج كتعرفوا على الانتخاف ويمكن تميزها بالسهولة دون ان نحتاج الى فحوصات من طرف اخصائي في الجهاز العظمي حيث ان البواسير الخارجية ليست لديها اعراض خطيرة وانما تسبب واحد الحق خفيفة واما بالنسبة للبواسير الداخلية بطبيعة الحال فهي بطبيعة الحال اخطر بكثير من البواسير الخارجية حيث انها لا تظهر ابدا ولكن من بين الاعراض الى ان الدم يعني يخرج اثناء التبرز وهذا مؤشر على وجود بواسير داخلية الا ان في مراحل متقدمة تلك البواسير الاوعبية الوردية التي فيها انتفاق تخرج الى الخارج من بين الاعراض كما قلت السابق ان ظهور الدم وكيكون الالام عند التغيط يكون هناك دم بطبيعة الحال كل هذه اعراض البواسير من بين الاسباب اللي كتدي الى ظهور البواسير عند الاشخاص سواء النساء او الرجال هناك امساك المزمن يعني مطارة كيكون امساك عند تبرز يعني الانسان كيبتلوح لمجهود كبير وهو ديال السبب خروج البواسير كذلك المرأة الحامل اه كيكون عندها بواسير اضافة الى الجلوس اه احتى وكسب ابننا البواسير يعني كل هذا يكون هناك احتقان ديال الاخشية الدموية يعني ما كتكونش واحدة السيركولاسيون ديال او دوران الدم في الجسم الاسان شيء الذي يؤدي الى البواسير اما بالنسبة للعلاج والغالبية ديال الاختصاصيين كارسدو ادوية ديال علاج البواسير اه حيث ان الشخص المصاب بالبواسير يحتاج الى اقراص يعني يكون دورها انها تقوم بدورة اه بدورة اه دم في الجسم على سبيل المثال هناك ضافلون وميديفيين ضافلون سانكسون وميديفيين فهي اقراص اه لعلاج البواسير يعني يؤخذ ثلاث اقراص في اليوم يعني مدة خمسة ايام الى عشرة ايام لحسب نوع البواسير ولك حمولات البواسير مثل تيتانورين وانت امغوديغ واموفاس يعني تستعمل ثلاث حمولات في اليوم وكذلك مراهم البواسير هناك اموفاس وانت امغوديغ فهذا يستعمل اقراص وحمولات ومرهم يعني بشكل منتظم لعلاج البواسير وكذلك الانسان الذي يعاني من امساك لابد ان يرفق هذه الادوية بمحلول الشرب لامساك او اقراص لامساك او كيسات لامساك لان لجعل التبرز سهل طبق حال هذا هو فيما يقص علاج البواسير اذا كنتم اشتركوا في الفيديو اشتركوا ورايك الى فيديو اخر ان شاء الله